السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم أخواني شو أخباركم؟ معكم أخوكم سعيد من قناة The Breaking Wolf واليوم بهالفيديو إن شاء الله جاييني نجاوب على سؤال بيسألوا كثير من الناس وكثير من المتابعين إنه ليش قناتي وفيديوهاتي ما بتظهر على نتائج البحث فإذا كنت مهتم في الموضوع خليك معاي ويران ننتقل إلى الشرح أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بهالفيديو من جديد واليوم بهالفيديو بإذن الله تعالى جاييني نجاوب على السؤال اللي حكيناه بالبداية واللي هو قناة جديدة ما بتظهر لا بنتائج البحث ولا فيديوهات بتظهر بنتائج البحث شو السبب؟ خلينا نفهم الموضوع السريع ورؤوس أقلام بس عشان ما نطول بالفيديو بالبداية زي ما احنا عارفين اليوتيوب غير أنه موقع للفيديوهات كمان هو عبارة عن محرك بحث للفيديوهات فبالتالي رح نتعامل معه كأنه محرك بحث كأنه نتعامل مع جوجل أو مع ياهو أو مع بينج فبالتالي اليوم جايين نحكي عن طريقة الرانكينج أو ترتيب الفيديوهات داخل اليوتيوب بالبداية أنت لما تيجي تعمل قناتك أو تعمل أول فيديو إليك ممكن تعمله بدون خبرة ممكن تعمله بدون عناية ولكن رح نحكي عن الخطوات البسيطة السهلة اللي ممكن أنها تساعدك أو رح تساعدك بإذن الله تعالى في أنك تعمل رانكينج للفيديوهات الخاصة فيك وترفع ترتيب فيديوهاتك طبعا أنا واحد من الناس أيام زمان وزي الأغلبية فيكم كنت لما أجي أفوت على فيديو بدي أدور على شغلة معينة وأشوف الشخص اللي بتكلم عن الموضوع اللي أنا بديه بعطي شوية نصائح أو مجموعة من النصائح كنت أزعل أحكي يا الله العالم كلها محتكري الأمور بس بعطوا نصائح أكثر من هيك ما بعمله بعد تعب وبعد عناء اكتشفت أنه أنا لغلطان وأنه هاي النصائح هي اللي رح تفيدني لإني رح أبني شغلي عليها بطريقة صحيحة أنا كنت زي زيكم أو مش الكل يعني بحكي نسبة كبيرة من المشاهدين بدهم طريقة معينة فقط ما بدهم نصائح يمشوا عليها ويبنوا شغلهم عليها لا بدي تحكي للطريقة بالتفصيل وأنا أشتغل عليها زي ما هي وهذا الحكي غلط لأنه المثل الصيني أو الياباني بيحكي لك ما تعطيني سمكة أعلمني كيف أصطاد فبالتالي رح نمشي على هالمثل ونأخذ النصائح ونطبق عليها ونبني كل شغلنا عليها إذا شفنا إنها نصائح مفيدة وممكن إنها تفيدنا بشكل كبير على كلنا اليوتيوب بعمل رانكينج أو ترتيب لفيديوهاته بناء على مجموعة معايير أو مجموعة شغلات معينة أولا بالبداية لما تنشئ قناتك يردت إنك تنشئها بطريقة صحيحة وإنشاء القناة مش بس لا لازم تهتم بتفاصيل القناة كاملة بعد ما تنشئ القناة تحط لها اسم يدل على المحتوى تبعك فريد من نوعه خاص فيك أنت تحط لها صور صورة البروفايل بكتشار والكفر طبعا كل الأمور اللي بحكي عنها أنا شارحها مسبقا ولكن بدي أجمعها بهالفيديو وإذا كنتوا حابين إنكم تقرأوا أو تشوفوا إشي مفصل عن الأشياء اللي أنا بحكي فيها روابط جميع الشروحات موجودة أسفل الفيديو بالوصف على كلين بعد ما نسوي قناتنا بنعطيها اسم معين اسم خاص فينا إحنا مميزين فيه اسم يكون يدل على محتوانا مش زي أغلب الناس وأنا هذا الحكي بنتقده ولازلت بنتقده أشرف للمعلوميات فلان للمعلوميات مش عارف شو للمعلوميات خلص صار أيحد بدي يفتح قناة بتخص الأندرويد التكنولوجيا مش عارف اسميليها للمعلوميات شو للمعلوميات أصلا كلمة للمعلوميات نفسها غلط مش أنت ماشي مع التيار زي ما التيار ماشي بعمل زيه مش بشوف فلان من الناس ناجح في هذا الاسم معناته أنا أبدأ أنجح فيه لا خلي إلك اسم معين أنت هاي أولا ثانيا زي ما حكينا بنضيف صور صور وكفر آرت للقناة على أساس أنه يدل على محتوىك ويدل الزائر اللي بيفوت على قناتك قناتك عن إيش بتحكي لأنه أنا لما أفوت على قناتك بعرف قناتك عن إيش بتحكي من خلال اسمها وصورها الإشي اللي بعده اللي لازم نهتم فيه لما نعمل قناتنا التاجز الخاصة بالقناة زي ما فيه للفيديو تاجز أو كلمات مفتاحية القناة نفسها كمان لها كلمات مفتاحية فبالتالي بدك تكتب الكلمات المفتاحية اللي بتستهدف الموضوع اللي أنت بتحكي فيه ثالث إشي اللينك الخاص بالقناة ال URL الخاص فيك لازم تعملك لينك مميز يميزك عن غيرك فبالتالي هذا الأمر مهم وبساعد في عملية الرانكينج كمان لازم تهتم بالوصف الخاص بالقناة مش بس وصف الفيديو وصف القناة كمان مهم جدا ولازم تهتم فيه فبالتالي وصف القناة بساعد على رفع قيمة قناتك ربط مواقعك أو ربط بروفايلاتك في مواقع التواصل الاجتماعي بالقناة كمان مهم جدا وبيزيد من الأثوريتي الخاص بالقناة خلصنا هاي الأمور تمام إجا دور الفيديوهات لما نرفع الفيديو حاول أن الفيديو طبعك يكون بصيغة HD فما فوق ما يكون أقل من 720 بيكسل كل ما كان الفيديو الخاص فيك أوضح كل ما اليوتيوب حبه ورفعه أكثر ما ظل حدا هسا ينزل فيديوهات 360 و 480 بي فبالتالي حاول أن تكون جودة فيديوهاتك جميلة ومقبولة بشكل كبير لعين المتلقي لأنه اليوتيوب يخدم المتلقي أو الزائر الذي يبحث عن المعلومة مش أنت منشئ المحتوى صح هو بيخدمك في أشياء ولكن هو التركيزه وإهتمامه على الزائرين اللي بدهم يفوتوا على اليوتيوب ويشوفوا الفيديوهات لأنه هم اللي بيكسبوهم مش أنت أنت بالنسبة لهم تكلفة مش ربه لأنه أنت بتأخذ من الأرباح بتشاركهم في الأرباح فبالتالي زي ما بيحكي المثل اللي في عالم التسويق المستهلك هو سيد السوق خليك ماشي مع هذا المثل ويهتم في المستهلك لأنه كل ما هتميت في المستهلك كل ما إجاك عائد أكثر إن شاء الله بالنسبة للإخوان الجداد على اليوتيوب واللي بيحكو لك ما عندي مشتركين ما عندي مشاهدات هاي كلياتها أرقام انسى هاي الأمور بالبداية إذا كنت في بداياتك انساها كلياً لأنه إذا بدك تظلك متابعها احتمال تصيبك جلطة لأنه أنا بالبداية أول سنتين على اليوتيوب ما شفت فيها لا مشاهدات ولا مشتركين فديروا بالكم من هاي النقطة وكمان إذا بدك تظلك متابع أرباحك على التحليلات الخاصة بالقناة برضو رح تيجيك جلطة ورح تموت على البدري فانسى لا تدقق ورا هاي الأمور انسى الأرقام وخليك شغال والأمور كلها ترتفع تدريجياً لما نرفع الفيديو على اليوتيوب زي ما حكينا بدنا جودة تكون عالية عشان اليوتيوب يحبك ويرفع الفيديو تبعك قناعتك تكون مرتبة ومقسمة أقسامها وتكون مرتبة بشكل كبير على أساس أنه تكون القناة تبعتك مرتبة مش مجعلك أو داخل في بعض بس نرفع الفيديو على اليوتيوب بهمنا ثلاث أمور بهمنا الصورة المصغرة للفيديو العنوان الديسكريبشن والتاجز عفواً أربعة مش ثلاث التاجز اللي هم الكلمات المفتاحية طبعاً كل هاي الأمور أنا شرحتها تفصلياً زي ما حكينا شرحها رح يكون موجود أسفل الفيديو بالوصف وبإمكانك تشوف الدورة كمان الخاصة بالعمل على اليوتيوب اللي أنا عملتها طبعاً لما نحط صورة جاذبة على الفيديو تبعنا وتكون ألوانها فاتحة مش غامقة إنسى الغامقة كلياً الألوان الفاتحة هي اللي بتجذب عين المشترك أو عين الشخص اللي جاب لي تفرج على الفيديو تبعك أو اللي باحث عن المعلومة كمان العنوان الخاص بالفيديو هو من الأساسيات اللي بتجذب الناس للدخول إلى الفيديو تبعك لأنه للأسف يعني من جديد بطلت العالم تحب العنوين المباشرة يعني أنا مثلاً بدي أرفع هالفيديو وحط له عنوان بطلت العالم تحب أنه مثلاً أكتب لهم عنوان كيف تتصدر نتائج البحث في اليوتيوب لا صار لازم أكتب لهم في العنوان خدع رهيب جداً وسحرية لتصدر نتائج البحث في اليوتيوب إن لم تجربها ستموت ستندم هاي العنوين اللي صارت تحبها العالم خلص صارت كل إشي سطحي في اليوتيوب ما بعرف ليش بطلوا يحبوا الاستفادة بطلوا يحبوا الإشي اللي بدخل مباشرة في الموضوع لا بحبوا اللف ود وران الناس فأنا كنت زمان من الناس اللي كنت ماشي وراء مشاعري وكنت أحكي إنه ما بدي أنزل من مستواي أو من مستوى المحتوى تبعي عشان أمشي مع هاي الأمور التافة ولكن من وجهة نظر تسويقي فهذا الإشي غلط لأنه أنت جاي بدك تخدم الناس فأنت بدك تلبي حاجاتهم وزي ما حكينا المستهلك هو سيد السوق يعني إذا حكى لك بتحكيله على راسي شكراً إليك وإذا بتلاحظوا لما تفوتوا على المحلات بيكونوا كاتبين لك عبارة المستهلك أو الزبون دائماً على حق فهذا الأمر طبعاً بيدل على أنه المستهلك فعلياً هو سيد السوق وخصوصي في الخدمات أنت بتقدم خدمة هون صح إنه فيديو ولكنه خدمة مش منتج ملموس طبعاً كمان يكون عندك موقع أو يكون عندك مثلاً بلوغر أو بلوغ إنك تكتب فيها مدونات تربطها في القناة إشي مفيد كثير جداً إنسى النشر على الفيسبوك لأنه النشر على الفيسبوك حالياً ما بطعمي خبز فيديوهات اليوتيوب لا تصلح للنشر على الفيسبوك إذا بدك تنشر على الفيسبوك بدك ترفع الفيديو على الفيسبوك مباشرة هنا بيجيك مشاهدات أما إنك تحكي لي بدك ترفع الفيديو على اليوتيوب وأعمل له إعلان على الفيسبوك أو مثلاً أحط رابطه على الفيسبوك أو أنشر في جروبات الفيسبوك أو مش عارض هذا الحكي كلياته ما بيجي من نتيجة لو نشرت في مليون جروب مش راح تشوف النتيجة اللي بتسرك يعني أو اللي بدك إياها إنت لانه خلص العالم تتكاسل تفوت على الرابط وتروح تفتح نافت جديدة على اليوتيوب لا بدها تظلها مكان وخلص العالم وصلت لمرحلة عدم المؤاخذ يعني وصلوا لمرحلة انهم بدهم يعكلوا ويوسخوا ويناموا في نفس المكان فخلص صارت العالم نايتة لدرجة انه بدهم كل شي يوصل لعندهم حتى المعلومة اللي انا جاي بعطيك اياها كثير من الناس اللي فيتين على الفيديو مفكرين انه انا بده اعطيهم طريقة سحرية يمشوا عليها بدهم ايانا اطعميهم المعلومة احكيلو كل عشان يمشي عليها اما يدخل يشوف شخص بعطيك معلومات مفيدة تبس نصائح لا هذا الانسان محتكر وبدوش يعطينا اشي على كل ما علينا ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وافادكم ان شاء الله ما اكون انسيت اشي وزي ما حكينا كل اشي بخص اليوتيوب العمل على اليوتيوب كل ياتهم فصل تحت الفيديو بالدسكريبشن انزل تحت الفيديو اكبس على سيمور او مشاهدة المزيد لانه كثير بحط رابط تحت الفيديو انا ما بحط الرابط باول الديسكريبشن بحطه باخر الديسكريبشن عشان تعرفوا انتو السيو الخاص باليوتيوب اليوتيوب ما بحب انك تحط الرابط ببداية الديسكريبشن او ببداية الوصف فبيجينا تعليقات كثير عفيديوهات الماضية وين الرابط؟ وين الرابط يا ابنال كذا؟ طب ليش بتسب؟ يعني ما عندكش استعداد تكبس كبست رؤية المزيد ولكن عندك استعداد تظلك ساعة وانتو تكتب على الكيبورد تبع التليفون تسب علي وتغلط علي وتحكيلي اني انا مش حاط الرابط طب اكبس مشاهدة المزيد وشوف تحت في رابط بس انت نايت اقول لان اخواني صار لازم اودعكم وحكي لكم شكرا للمشاهد وعطيكم العافية لا تنسوا اللايك لا تنسوا الشير اذا كنتو شايفين انه الفيديو مهم ورح يفيد غيركم ان شاء الله خلي الافادة تعم على الجميع ولهو انصار لازم احكي لكم شكرا للمشاهد ويعطيكم العافية كان معكم اخوكم سعيد من قناة The Breaking Wolf السلام عليكم ورحمة الله وبركاته